هلأ أنا عرفنا شو الاستثناءات عرفنا شو يعني موافقة طبية عرفنا شو يعني نسبة تحمل شو هي خطوات صرف الوصفات الطبية هلأ أول شي أنا شو بعمل بمسك إنه إجا عندي مريض بمسك النموذج بقرأ الأدوية تمام؟ قرأت الأدوية بتأكد إنه كل ياتهم موجودين عندي بالسيدلية قبل أي خطوة بعملها بعد ما تأكدت إنهم والله كل أدويته عندي بمسك بطاقته بقارنهم بتأكد إنه نفس اسم المريض نفس الرقم بتأكد إنه ما فيه تاريخ انتهاء النموذج ساري وتاريخ انتهاء البطاقة ساريا أوكي تمام أموره باجي بشوف العلاجات المكتوبة إذا هي مكربنة ولا لا أو مكتوبة يعني كربونة اللي هي تعرف كيف خط الكربونة إنه بكونوا نسخ فوق بعض والدكتور بيكتب فبطلع النسخة مكربنة مش خط حبر أزرق هلأ إذا كانت أزرق نحكي عنها هلأ شو بنا نعمل لازم هي تكون كربونة أموره تمام الخط كربونة والأدوية وكل إشي تمام نيجي بتتذكر العناصر الأساسية اللي حكينا عنهم أول إشي هم اسم المريض اسم الرقم بطاقة المريض الأدوية والتشخيص ويكونوا مطابقين لبعض بتأكد من لو ما صلى عليك يا نبي بتأكد من نسخة الصيدلية بتأكد من ختمة دكتور توقيعه أوكي كل هاي الأمور من اكسبيا ريفورم أو تاريخ انتهاء النموذج تاريخ زيارة المريض هاي كل هاي الأمور تمام موجودين وصح هلأ نيجي بنحكي حسب الاستثناءات والله في وصبة فيها مريضة حامل معتها يبدأ موافقة فأنا هون باج باخد موافقة أدويتها تمام وأدويتهم المريض ما فيها إشي خلاص ما بدها موافقة حسب الاستثناءات اللي حكينا عنهم أوكي بتأكد كمان بعد ما أشوف الأدوية باج معهم من سعرهم إنه وصل صقف علاج محدد ولا لا ما وصل الصقف معناته أموره تمام وصل الصقف معناته بده موافقة نيجي خلاص خلصنا وعرفنا شو بده موافقة أخدنا موافقة ما بده موافقة أموره تمام في شركات بدها ادخال он-line في شركات لا خلاص مش он-line يعني شرق عربي مو он-line اللي بدها شركة موافقة أو سر اللي بدها ادخال он-line بدخلها он-line بصرف الوصفة باخد نسبة من المريض والأمور تمام حكينا مصطلح صقف العلاج المحدد ايش يعني هلأ في عندي مثلا هون شرق العربي بتحكي لك أنا أصرف لغاية 60 دينار مسموح لك تصرف لغاية 60 دينار للمريض من غير موافقة ايجا المريض أدويته عادية 4% ومسجلين ومطبقين للتشخيص وما فيهم من الاستثناءات اللي حكينا عنها لكن وصلت عندي قيمة الوصفة 63 دينار فأنا هون لازم أخذ موافقة لأنها وصلت صقف العلاج المحدد تمام أمني كير 40 دينار الأولى 50 دينار مقاط المهندسين 60 دينار ونيوتون 50 دينار لما توصل عندي أنا لهذا الصقف لازم أخذ موافقة هاي بقى الشركات الملكية ومدنت والأوروبية والضامنون العرب للتأمين هلأ فيه شغل بس ده أحكي لكم إياهم عن شركتين اللي هم المدنت والمهندسين هدول الشركات أونلاين بس حتى لو يعني حتى لو هم أونلاين بس لما يوصل 100 دينار مدنت و60 دينار مهندسين أنا لازم أخذ موافقة تمام أوكي حدا عنده سؤال لهون لأنه هلأ بدياكم رح أحطوكم نماذج وأنتو بتكم تجاوبوا أوكي وإذا أنتو ما جاوبتوا رح أخليكم أنتو تجاوبوا رفتح عليكم المايك هيك فجأة ويلا جاوبوا حدا عنده سؤال تمام تمام